ليكوبويسيس هو إنتاج خلايا الدم البيضاء production of 5 plus cells يحصل في الربو مار برضو من الهيماتوبياتيك ستم سيل نحن عندي نوعين من الهيماتوبياتيك ستم سيل في خطين إنتاج للهيماتوبياتيك ستم سيل خط إنتاج مسؤول عن إنتاج الليمفوسايت يبقى فيه عندي ليمفويت ستم سيل وخط إنتاج آخر مسؤول عن بقية الخلايا الدم كلها ميلويد ستم سيل طيب على أساس أن الليكوبويسيس يمشي في خط الإنتاج بتاع الليمفويد ستم سيل محتاج جروس فاكتورس أو في الخط الإنتاج بتاع الميلويد لكل خلايا الدم معدن الليمفوسايت يبقى برضو محتاج جروس فاكتورس جروس فاكتور دي اسمها انتر لوكنز تشتغل بين خلايا الدم البيضاء المختلفة سواء كانت اماتيور او ماتيور بحيث ان يتم عملية الماتيوريشن اللي نضج بتاع الخلايا والخلايا تكتسب الخلايا ديفرانشيتد فانكشنينج ماتيوريدي ساعد بنقول عليها الفاكتورس دي يعني هي عوامل بتنبه كورين معين ان هو ينضج يعني يحصل له جروس مثلا لو خلنا الميلويد يبقى الميلو بلاست ويكمل السكة بتاعته بقى خط الإنتاج بتاعه ويبقى حصله ستيميوليشن عشان في الآخر ينتج الخلايا ماتيور اسمها بيزوفيل فانكشنج ان تؤدي الفانكشن بتاعتها في الانفلاميشن مختلفة طبعا ديفرانشيتد عن الاثر سيزي طيب الانتاج مسؤول عن المونو سيزي ترجمة نانسي قنقر